علق كل أعماله لأجل غير مسمى وأشار بالاعتزال والصفر للخارج برسالة عتاب طويلة وحزينة محمد رحيم بيخرج عن صمته بعد ليالي مصرية سعودية خرج الفنان والملحن محمد رحيم عن صمته ولوح بالاعتزال وترك المهنة تماماً والصفر للخارج بعد تعليق أعماله الموسيقية لأجل غير مسمى وده بسبب شعوره بالحزن الشديد لعدم دعويته على حفلة ليالي مصرية سعودية واللي حضرها أغلب نجوم الفن المصري تقريباً واللي أقيمت في نصف فبراير 2024 في دور الأوبرا المصرية كتب رحيم على حسابه وعلى إنستجرام تعليق كل نشاطاتي الفنية الأجل غير مسمى حتى إشعار آخر مع احتمالية اعتزال المهنة والصفر خارج البلاد وبعدها نشر رسالة طويلة فيها حزن وعتاب بيشرح دوافعه وراء القرار ده وليه هو زعلانه وبيفكره من هو محمد رحيم ليكونوا نسيه ولا حاجة وتساءل رحيم إزاي في حفلة زي دي يعزمه كل ملاحنين وصناع الموسيقى في مصر ومحمد رحيم لأ خاصة إن أشهر وأهم أغاني النجوم دي كله من أعماله يعني مثلاً شيرين اللي تدعي تغنى مشاعر ووطر الحساس وصبري قليل كل دي حاجات عملها محمد رحيم وعمر دياب اللي كان قاعد ضمن أبرز الحضور واخت جايزة نيوزيك أورد العالمية وطلع غنى غنوته وهو بيستلم الجايزة سنة 2001 وهي حبيبي أولى على بالي ويتغرب رحيم إن وزيرة الثقافة اللي كانت حضر الحفلة هي اللي سهلت له إجراءات السفر لفرنسا ملكام شهر علشان يروح يستلم جايزة العضوية الكاملة الماسية أكتر حاجة ممكن يوصلها الملحن أو مؤلف على مستوى العالم وهو هناك جاب كل شهادات التأدير والإحتراف لزمائل الأصغر منه كلهم واللي كانوا أول مرة بيتكرموا وكانت مصر أكبر دولة حصلت على تكريمات في مجال الموسيقى كان رحيم وقال حتى الفنين محمد منير اللي حضوره ونور الحفلة أنا اللي عمله يونس ويا حمام وقلبي ما يشبهنيش اللي هما بالمناسبة كلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الأبنودي اللي ما كانش بيشتغل غير معايا من جيل الملحنين الشباب إيمانا بموهبتي حققنا نجاحات كبيرة جدا الحمد لله سوا وبالمناسبة هو اللي كاتب عيون القلب اللي لحنى الموسيقار الموجي يعني مونير لو غنى يونس مبارح كان هيبقى الخل الأبنودي تغناله عملين في نفس الحفلة أيولي القلب لحنى الموسيقار محمد الموجي ويونس لحنى محمد رحيم أما عن الليالي المصرية السعودية والتعاون ما بين أكبر بلدين عربيين في مجال الفن كان فيه تعاون ما بين رحيم والشاعر السعودي الكبير سعود الشربطلي اللي كتب أغنية الوطر الحساس ورحيم لحنها وبيأكد رحيم أنه بازل فيها مجهود كبير جدا وكانت الأغنية من أبرز الحاجات اللي غنتها شرين في الحفلة وتعتبر من الأغاني العربية اللي بقت عالمية وبيغنيها الناس في كل أنحاء العالم باللغة العربية النهاية سأل رحيم لحد إمتى المبدع المجتهد هنفطل نحط من قدره ونقتله معنويا بالشكل ده هل ده مقصود ولا حدث سهوا وعلى فكرة أنا بتكلم عموما في المبدأ مش بس الجزء اللي يخصيني معرفش ديه الموقف ده فكرني بغنوة بتاعتي غنتها نانسي عجرم اسمها في حاجات تتحس وما بتتقلش بس لما تلاقيها ما بتتحسش فبتضطر تقولها وكانت حفل ليالي مصرية سعودية أحياها نجوم محمد مونير شرين عمد الوهاب مجد المهندس وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمر الدياب كريم عمد العزيز حميد الشعاري منشرز لإسعاد يونس ولميس الحديدي ويسرى وليلة علوي وإلهام شهين وأمال ماهر